إذن مشاهدينا للمزيد من النقاش انضموا إلينا من بغداد الخبير الأمني الأستاذ غني الغضبان أهلا مرحبا بك أستاذ غني في هذا الحصاد لماذا لم يتم الاتفاق لغاية الآن على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات وكما تعلم الانتخابات سواء كانت بوقتها المحدد أو الوقت المبكر الذي يتحدث عنه سيد المالكي هي على الأبواب تحية لك ست دعاء ولجميع المشاهدين الكرام بالحقيقة شوفي المطالبات في الانتخابات المبكرة كانت من قبل السيد المالكي واليوم هو يقول أنا لا أرى أنه من المسوغ جدا أن تكون انتخابات مبكرة لأن الوقت أصبح على الانتهاء ويقصد عمر الحكومة وعمر البرلمان المالكي وبعض المناصرين له يسعون لتغيير قانون الانتخابات وقانون الانتخابات لم يتم الاتفاق عليه وإن تم الاتفاق عليه فسوف يأخذ وقت طويل لتغييره وتعرفين أنت بالبرلمان هناك مشاهدات وآراء مختلفة وضيف هذه الفقرة وأمسح هذه الفقرة وهل أم الجرة وتأخذ حوالي بالستة أشهر هذه حقيقة أمور تشغلهم هم في داخل الأطار التنسيقي في داخل المنطقة الخضراء لا تعنينا نحن كمواطنين اليوم نحن مواطنين ننظر إلى التهديدات الكيان الصهيوني على بلدنا ننظر إلى إيران الذي تتحين الفرص في قطع الغاز بين الحين والآخر لدينا مشاكل حقيقة هذه الأمور ما تعنيها وسوف أقول لك شيئا كما قاطعنا الانتخابات التي مضت بنسبة 80% سوف نقاطع هذه الانتخابات لأننا حقيقة لا نرى منها أو لا أي فائدة أو أي جدوى لكن أستاذ غني أنت تحدثت عن مشاكل كبيرة يعاني منها المواطن لكن بشكل أو بآخر هذه الخلافات السياسية حولها قانون الانتخابات وغيرها من الخلافات هي تنعكس على المواطن بالتالي اليوم الخلافات السياسية تستعر على موضوع عدم توضيح الدائرة الواحدة أم الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات تحديدا يعني هي أسئلة مهمة يجب الإجابة عليها لماذا لم يتم الإجابة عليها لغاية الآن السيد دعاء من الذي يجيب على من هناك من يريد دوائر متعددة وهناك من يريد دائرة واحدة وهناك من يريد نظام سانتليغو يبقى وهناك من يريد تغييره وكل هذه الأمور هم فيما بينهم يتناقشون ويتنابزون ويتفقون فيما بينهم صدقيني هل هناك رأيي للمجتمع موجودة منظمات المجتمع المدني موجودة المثقفين والنخب موجودين ما فيها سيدتي هم بيناتهم هم الذين يقررون ويفصلون وعلينا نحن كعراقيين نلبس جاهزا اشتركوا في القناة